وحث محافظ حضراموت مبخط بماضي بالمكلة خلال اللقاء مع مدير فرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضراموت سالمين المعارية للتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بالمكلة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسلطة المحلية بمحافظة حضراموت لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ومبدأ المساءلة وتناول اللقاء الرؤية المستقبلية والإجراءات الرقابية المالية والإدارية والرقابية في ديوان وإجزة السلطة المحلية بمحافظته حضراموت